بسم الله الرحمن الرحيم واصيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى في العون الحق لقوي يخفض الموت إن في العون على في الأرض وجعل أهلها شيعا شيعي يستطعف طائقة بدنهم يذبح أبناءهم ويستخدم سراءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنعنا الذين نستطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ملفاردين ونمكن لهم في الأرض ونهي في العون الحق ورامان وجوده ومنهم ما كانوا يحذرون وأرحينا إلى أم موسى الأرض فإذا تفسع عليه فنقله في النام ولا تخاف ولا تحسنين إن العادوه إليك وجعله من المرسلين فالتقبه آي في العون ليكون له عنه وحسنا إن في العون وهذا وجود الله كان مخاطئين فقالت براءة فرعون القربة عيد اللي هنا لا تقدره عسى أن ينفعنا أن ينفعنا أو نتقده ولده وهو لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فالقرى إن كانت لأتبدي به لولا وربطنا على قلبها لتكون بنا المؤمنين فقالت لأخيه مصرين فمصرخ به على الجغب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المرابع لأقبل فقالت هل أدنكم على أهل بيته يدخلونه لكم وهم له نصرون فردناه من أمه كي تقفعيها ولا تحزن ولا تحزن ولا تعلم أن معده لا يحق ولكن أكثره لا يعلمون فلما بلغى شده واستوى أتيناه حكمه وعلمه فكذلك نجس المرسدين فدخل المريك عن أهل نوفرة من أهلها من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتل هذا من شيعتي هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاده الذي من شيعتي عربه الذي من عدوه فوقزه موسى فوقزه موسى فقض عليه قال هذا من عمل الشيخ إنه عدو مظل مبين قال ربي إني منبت نفسي فوفر لي فغفر إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون غايا لنجري فأشفف في المدينة هارفا يترقى فإذا الذي استعصره فإذا الذي استعصره بالأبس يستصرقه قال له يا موسى إنك الغري ينكبين فلما أن أراد أن ينقش بالذي بالذي هو عدو لما قال يا موسى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتبت نفسا بالأرض يا أتريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وأتريد أن تكون من المسلحين أجاء أرجل من أمسى مدينة يسعى قال يا موسى إن الملك إن الملك أتمرون بك لا أجلوك فاخرج إني لك من الناصرين فخرج منها الله فيترقى قال رب نجني من القوم الظالمين موسى 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 قال وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما ساقيت لها فلما جاء الله قص عليه القصص قال لا تخف لجوت من القوم الظالمين قالت كهداهم على ما أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أكرك حقا اهدفت تجرب هاتني على أن تجربني ثماني عجاج فإن أجمنت عشر فمن عين رجب فما أريد أن أشف عليك ستجدني إن شاء الله قص عليه قال لانك بيني وبيلك أي من أجلي فلا قويت فلا أغلق عليه والله على ما نكون وكيف ولما قضاهم سمأة نرسى بأنني آنس آنس من جلب الدور داعا قال لأبهم كثوا إني آنست نارا من العلي نارا من العلي آنس منها بحضر أرجمة من النار أرجمة من النار لعلكم تصفرات ولما أداها موديا من أشاق الواد الألمان في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائمي أنا طارق العالمين وأن عدت العصرات فلا مما رآها تحت الزكال إنها جامل وانها مذبر ولم يعقل لأنها سأكبر ولا تقف إنك من الآمنين بسرك يدك في دينك تخفج بيضاء من غير سنوء وضوء إليك جداك من أبواك فتأتك مهانان من ربك إلى فرعا وملادي إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قترت منهم نفسا فخافوا أن يقتلون وأعطيها موله وأفصح مني لسانهم فأرسلوا معي معي ربما أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنجد أطدك بأخيك ونجعل لكما سلطانهم فما يصيرون إليكما بآياتنا أخفوا ومن تبعهم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بجمنات قالوا وهذا إلا سحر مفترى إلا سحر مفترى وما سبعنا بهذا في أربائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاكمة الدار إنه لا يفعل الغالبون قال في عقل يا أيها المنوى وما أعلمت لكم من إله من إله وإني فأرقني يا رمان وعنقك بفزع لي صرحاً عني صرحاً عني أطلع إلى إله إلى إله موسى وإني أعلمه من الكاذبين أستكبر الله وجوده في الأرض بغير الحق ومنه أنه إلينا لا يبدعون فأقلنا وجوده فنبهناهم في اليمن فانظر كيف كان عقبة الظالمين أجعلناهم أئمته يدعون إلى النا ويوم القيامة لا ينصون فأتبعناهم في هذه الدنيا الأحلام ويوم القيامة يومنا المكبوشين فنقد آتي إلى موسى الكتاباً بعد ما أحمد القرون الأولى أولى بصائر للناس ويشعرونه ورحمة ما علهم يتذكرون وما كنت بجرد وربي فمينا يا موسى أمر ما كنت من الشهدين ولكن لا أنا شهدنا قولنا فتقوى العين والعوم وما كنت داريا في أهل مجينة نتعلم نتعلم أهلتنا لكنكنا مبسمين أعطنت بجانب القول إذنان إلى عراج وحفظ من ربك ما ربك لتغنع قوما ما أترهم بالنذين من قبلك لعلمنا تذكرون ولولا أرسل المصيدة بما قطمت أيديهم ويقول ربنا وما أرسلت إلينا رسولا رسولا فلتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا قالوا لما أتي مثلما أتي موسى ولم يأثروا بما أتي موسى من قبل قالوا سحوا بطواها وقالوا إنا بكل مكافرون قل فأتوا بكتاب من عراج الله وعهدى منهما منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فعلم أننا اتبعوا لأخواء وما أتبعوا لمن اتبعوا لأخواء وغير يدعوا من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلقد وصلنا لهم قبر عنهم يتتجمون الذين أعطيناهم الكتاب من قبلهم به يردون وإذا أتبعوا لهم قالوا أما النبي إن الحق مكافرنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يردون أجرهم بمضيبهم وصفرهم ويدرؤون ويدرؤون من أخصنا في السياة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ونبتب الجاهلين إنك لا تندي من أحرفت ولكن ما هو أيدي من يشاه وهو أعدم من مهتغين أقالوا إن تابعي المدازعة كانت خطف من أضمام أولئك مكتبنا محملا آمن يجبان إليه سنراد كل شيء الرزق إذ قم لنا ولكن أكثر هما العملون أكم أراكنا من قرية بطرت بعيشتنا فذلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قدنا تقول ما نحن وعمزين أما كان ربك مهنك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يجب عنهم آياتنا أما كان ربك مهنك القرى إلا أهلها والدول وما لا أددت تمت الشيء فمدر حياة الدنيا وزينتها أباع لماهي خير وأبطاء أفلا تعطي من الأمور أما هو عدد عوالا حسنا فهو نبطيه كمن مدعبا كمن مدعبا ودعا لحياة الدفنة ثم هو يوم القيامة من المحقرين ويوم عبادهم فيقول أين الشوكين الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء المذين هؤلاء المذين أغوينا أغويناهم جمع وغينا تبرقنا إليه ما كانوا إيانا يحبون وقيل بعشرةكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب له أنهم كانوا يهتدون ويوم يماذيهم فيقول ماذا أجب ذلك المرسلين فعبدت عليهم الأنباء يوم إليهم فهم لا يتساءلون فأما ما أتاب وأظنهم وعن يصلحوا فسألهم من المفلحين ربك يخلق ما إن شاء ويختار ما كان لهم رسيما سبحانه وتعالى عن ما يشغفون وربك أعلم ما تكن صدرهم وما نعملون وهو الله لا إله إلا هو فهو نجعم في نقول والآثرة ولهم حبوا إليكم جعلون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللي تسردت إلى يوم القيامة إن عام القيامة من إله ويروه يأتيكم بضياء فلا تسردون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللي تسردت إلى يوم القيامة قوم القيامة من إله وغير الله يأتيكم بليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللي تسردت إلى يوم القيامة من إله ويروه يأتيكم بليل قل أرأيتم إن جعل الله كانت من إله ويروه يأتيكم بليل قل أرأيتم إن جعل الله يأتيكم بليل إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ أَبَدَغْ فِي مَا يَأْتَكَ الْمُّدَوْرُ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنَسَ نَصْرِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِنَكَ فَلَا تَبْغَيَ الْفَسَدَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُفْشِدِينَ قَالَ إِنَّ مَا أُطِيتُهُ عَلَى عِلْفِكِ الْرِبِينَ وَلَا بِعْلَمْ أَنْهُ وَأَقْبَلَكِ بِالْقَبْلِهِ بِالْقُورِ بِالْقُلُونَ مَنْهُ عَشَدُّ بِالْقُورُ وَأَكْثَرُ جَبْعَاتِ وَلَا أَسْرَنُ عَنْهُ بِالْقُلُبِهِ مُنْ مُجْرِبُونَ فَأَقْرَجْ عَلَى طَوْمِهِ فِي زِينَةِهِ قَالَ الَّذِي مَنْعِدُهُ مَنْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا نَيْتَ مَنْسْلَ مَا أُطِيَقَارُّهُ إِنَّهُ لَنْهُ حَبِّ عُمِّهِ فَأَقَالَ الَّذِي لَهُجِ الْعِلُّ وَالْلَكُنْتَ وَالْبُّهُ غَيْرٌ لِمَنْتَى وَلَا عِمْنْ أَسْرَنَ الْحَرَةِ وَلَا إِنَّ أَبْقَارَ إِلَّا الصَّبِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّي عَزَكَ عَمَّا سِكُونَ وَالْسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَانُّ لِلَّهِ رَبِّي عَلَمِينَ وَالثَّلِ فَالْلَقُونَ وَالشَمْث Arenas حاولًا وما نحن نزوج ن迎يم وواللصا مد قدم نزول بسبد نظر و miaر بادمjuna يتبعون المطاطعات وهذا الكثير من أكثر من المطاطعات نملكهم لا يتواجدون ولكنهم هناك وما يتبعون إخدامهم وما يتبعون إخدامنا هذا هو الشيء في المنطاطعات يتبعون المطافة وفق البعض هذا الموضوع